السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة استعلم تجويد صورة الصف برواية ورشة النافع الذي هي الحصة الأخيرة من صورة الصف ووقفنا في آخر حصة عند الآية التاسعة إذن قبل أن نبدأ نستعذ بالله من الشيطان الرجيم بقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد شرحت كيفية قراءة البسملة وكيفية قراءة الاستعاذة في الحصة السابقة إذن لنبدأ كما عودتكم نقرأ الآية ونستخرج منها الأحكام ونطبق تلك الأحكام وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا وكل حكم أذكره لكم فلقد شرحته من قبل في درس لوحده ووضعتهم في قائمة مرتبين من أول قايدة إلى آخرها ولكي تجدوا جميع الدروس مرتبة في هذه القناة يمكنكم مشاهدة هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم يا أيها هنا مددت ست حركات للمد الجائز المنفصل يا أيها الذين وهنا إذا سمعتم أنني قلت يا أيها الذين ولم أقول يا أيها الذين هذا المد في آخر كلمة أيها هذا المد هنا حذفة ولماذا حذفة؟ حذفة للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لأن القائد تقول إذا التقى حرفين ساكنا وأولهما حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين وهذا الذي وقع هنا آخر كلمة أيها لدينا ألف مدية حذفة للتخلص من التقاء الساكنين يا أيها الذين لذلك قلنا يا أيها الذين آمنوا هنا الذين انتبه للذال آمنوا لدينا مد البدل يمد عند ورش بحركة أو أربع أو ست حركات وبما أنني أقرأ بتوسط البدل فيجب علي كذلك أن أطبق ما تعلمنا في تحريرات ورش إذا قرأت مد البدل بأربع حركات فللمد العرض للسكون أربع أو ست حركات وكذلك يجب انتباه إلى الفتح والتقليل إلى غير ذلك من القواعد التي رأيناها في تحريرات ورش إذن آمنوا ومدد أربع حركات بالنسبة لقراءتي التي أقرأ بتوسط البدل هل أدلكم؟ لاحظوا معي حرف اللام مفتوح وكلمة أدلكم فهمزة القطع محذوفة وبقيت حركتها فقط وهي الفتحة إذن لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله اللام كان ساكن أصبح مفتوح إذن انتقلت إليه الفتحة من كلمة أدلكم يعني من الهمزة التي كانت في بداية كلمة أدلكم انتقلت إلى اللام وحذفت همزة القطع لذلك قلنا هل أدلكم؟ من اللام المفتوح نمر مباشرة إلى حرف الدال المضمو هل أدلكم؟ وكلمة أدلكم تنتهب ميم ساكنة وبعدها حرف العين يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكنة هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ كلمة تجارة فالرأو تفخم ولدينا تنوين وبعدها حرف الت إذن هنا لدينا إخفاء لأن التنوين بعدها حرف من حرف إخفاء وهو حرف الت وبما أن حرف الت من الحروف المستفيلة يعني مرقق وليس من الحروف المستعلية يعني ليس مفخم فغنة الإخفاء هنا تكون مرققة وعند إخفاء تلك النون نهيئ الفم على مخرج حرف الت والغنة تكون بمقدار حركتين لا أقل ولا أكثر تجارة تنجيكم ونفس الشيء هنا في النون الثانية فالنون في كلمة تنجيكم فهنا نخفيها وغنة الإخفاء نرققها لأن الجيم حرف مرقق وعند إخفاء النون هي المخرج حرف الجيم يعني نفس الشيء الذي شرحناه في هنا في كلمة تجارة هنا لدينا تنوين لكن هنا لدينا نون ساكنة إذن تجارة تنجيكم كلمة تنجيكم تنتهي بميم ساكنة برغم أن ذلك السكون لم يرسم فوقها وبعدها ميم أخرى يعني إدغام تماثل أو إدغام شفاوي وبحكم أحكام ميم ساكنة ويكون بغنة مقدرة وحركتين هنا من عذاب هنا النون ساكنة بعد حرف العين يعني لدينا إظهار لأن حرف العين الحرف إظهار النون الساكنة عندما يكون بعدها حرف من حرف إظهار أو التنوين بعدها حرف من حرف إظهار فإن تلك النون تظهر تنجيكم من عذاب تبعونا للجزال ولدينا كلمة عذاب تنتهي بتنوين وبعدها كلمة أليم تلاحظون بأن همزة القطع محذوفة من كلمة أليم بقيت فقط حركتها إذن نفسي لدينا النقل فكلمة عذاب تنتهي بنون ساكنة وتلفظ ولا تكتب تلك النون الساكنة ستصبح مفتوحة الناس ستنقل إليها الفتحة من كلمة أليم عوض أن نقول عذاب نقول عذابنا ونمر مباشرة إلى اللام عذابنا ليم عذابنا ليم مع مدنا حركة أو أربع أو ست للمد العرض للسكون وسبق وقلت قبل قليل إذا قرأت مد البدل بالتوسط يعني بأربع حركات فهنا أقرأ بأربع أو بست حركات في المد العرض للسكون إذن جيد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله هنا نراقق اللام لأنه سبق بكسرة تؤمنون بالله ولا نقول بالله بالله ورسوله الرأي وفخم وهنا مد حركتين لمد صلاة الصغرى ورسوله وتجاهدون تبعا للجيم ينتقوا بالشدة لأنه ليس من الحروف الرخوة بل الحروف الشديدة وتجاه وليس وتجاه وتجاهدون في سبيل الله اللام في الافضة لا ترقق لأنه سبقت بكسرة في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بأموالكم هنا ميم ساكنة بدا حرف الواو يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكنة بأموالكم وأنفسكم هنا النون في كلمة أنفسكم هذه النون نخفيها وغنية الإخفاء ترقق لأنه بدأ حرف الفا من الحرف المستفيلة وعند إخفاء النون نهيئ الفا مع لم أخرج حرف الفا وأنفسكم هنا ميم ساكنة بدأ حرف الذال يعني إظهار شفاوي وهنا ميم ساكنة بدأ حرف الخاء يعني إظهار شفاوي وهو ما حكم أحكام يعني حكم هنا من أحكام الميم ساكنة نقول وأنفسكم ذلكم خير لكم هنا خير أراء الطرق لأنها سبقت بياء ساكنة وهنا تنوين وبعدها حرف اللام يعني لدينا إضغام كامل بغير غنى خير لكم هنا مدسط حركات لمدصلة ميم الجمع لكم خير لكم إن كنتم تعلمون هنا إن هذه النون نخفيه وغنى إخفاء نرقق ولأنها بدأ حرف كامل مرقق حرف النون كذلك هنا نخفيه وغنى إخفاء نرقق ولأنها بدأ حرف التاء مرقق هنا ميم ساكنة بدأ حرف التاء يعني إظهار شفاوي وبحكم أحكام ميم ساكنة وهنا مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العرض للسكون بما أن أرأ بتوسط البدل سأقرأ كذلك بأربعة حركات هنا في المد العرض للسكون إذن أقول تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدن يغفر هنا الرأو يرقق لأنه سبق بكسر لصيق بهم نفس كلمة يغفر لكم ذنوبكم هنا لكم تنتهي بممساكينة بعدها حرف الذال يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ممساكينة وانتباع الحرف الذال ذنوبكم وليس ذنوبكم وهنا نفس الشيء ممساكينة بعدها حرف الواو يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ممساكينة ويدخلكم هنا الدال نقلق له قلقة صغرى ويدخلكم هنا الممساكينة بعدها حرف الجيم يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ممساكينة ويدخلكم جنات تجري من النهار بغنى أكمل ما تكون وبمقدار الحركتين وهنا التنوين بعدها حرف التاء يأ 너 حدينا إخفاء وهنا الإخفاء ترقق لأنه بعدها حرف التاء مرقق جنات تجري والجي بنقل قيله قالculus صغرى والرأة ترقق هنا لأنها مكسورة تجري من تحتها لنهار هنا من تحتها نفس الشيء هذه النون نخفيها وهنا إخفاء نرققها لأنه بعدها حرف التاء مرقق من تحتها لنهار هنا لدينا مد في آخر كلمة تحتها وهذا المد يحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين قلت من تحتها لنهار ولم أقول من تحتها لنهار إذن انتبهوا معي كلمة لنهار عندما دخلت على كلمة أنهار الألف واللم فأصبح فيها النقل نقلت حركة الهمزة من كلمة أنهار إلى حرف اللام لم تعرف فأصبح اللام كما تلاحظون مفتوح أما الهمزة فثم حدفها لذلك قلنا لنهار والنون هنا نظهرها لأنه بداحر فيها من حرف إذهار والنون ساكن كما تلاحظون الرأونا يفخم أنه رأو مضموم ليس هنا داعي لترقيقه ومساكن طيبة في جنات عدن طيبة ومساكن طيبة هنا تنوين بدأ حرف الفأ يعني لدينا إخفاء لأن التنوين بدأ حرف من حرف الإخفاء وحرف الفأ هو من الحرف المستفيلة يعني مرقق إذن غنة الإخفاء ترقق وعند إخفاء تلك النون التي في التنوين وهي الفأ مع لم يخرج حرف الفأ طيبة في جنات هنا النون بغنى أكمل ما تكون وبمقدار حركتين أعاداً هنا الدال يقلقل قلقلة صغرى ذلك الفوز العظيم ذلك أنت بالحرف الزال ذلك الفوز العظيم أنت بالضاء ومد حركتنا بأربعة وست للمد العرض لي السكون وأنا أقرأ بالتوسط يعني بأربعة حركات وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى هنا إيمانة صغرى والرأم طبعاً الحال سيرقق وأخرى وأخرى وليس وأخرى وأخرى تحبونها نصر من هنا انتباه للنون لأن الصاد والرأم مفخمين في هذه الحالة الصاد دائماً مفخم لكن الرأم في هذه الحالة مفخم والنون لا يفخم لا نقول نصر نصر نع نع بل نع نع كأنني أنتقم مثلاً كلمة نبيل أو نادية فالنون لا نقول نابيل لا تنادي على شخص بنابيل بل نابيل لذلك ننتقل نون هكذا نع نصر وهنا التنوين بعدها حرف الميمي يعني لدينا إدغام كامل بغنى والرأم مفخم نصر من نصر من وهنا نصر من الله اللام يغلظ لأنه سبق فتحة نصر من الله وفتح قريب وفتح هنا تنوين بعدها حرف القاف من حرف الإخفاء وحرف القاف مفخم لأنه من حرف مستعلية إذن غنة الإخفاء تفخم وفتح قريب وفتح قريب والرأو ترقق لأنه مكسورة مع مد حركة 246 المد العرض للسكون والباء يقلق القلقلة كبرى وبشير المؤمنين وبشير الرأو يرقق أنه مكسور وبشير المؤمنين هنا مد حركة 246 للمد العرض للسكون يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاريا إلى الله يا أيها الذين هنا مد ست حركة للمد الجائز المنفصل والألف المدي في آخر كلمة أيها حذف للتخلص من التقاء الحرفين وانتباه لحرف الذين يا أيها الذين إذن انتبهوا كما شرحت قبل قليل الألف في آخر كلمة أيها فهو حذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكن الذين يجب انتباه إليه الذين وليس الذين آمنوا مد حركتين وأربعة وسيطة المد العرض لمد البدل عفواً وبما أنني قلت أقرأ مد البدل بالتوسط يعني هنا كذلك أقرأ بالتوسط لأن أطبق ذلك على قراءتي بأكملها فلا أقرأ في موضع بأربعة حركات أو في موضع آخر بحركتين إذن هنا كلمة كونوا هنا مد سيطة حركات للمد الجائز المنفصل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارًا لِلَّهِ أَنصَارًا هنا هذه النون ساكنة وبعدها حرف الصاد حرف الصاد من حروف الإخفاء وحرف الصاد من الحروف المستعلية يعني مفخم إذن غنة الإخفاء تفخم وعند إخفاء النون نهيئ الفهم على مخرج حرف الصاد أَنصَارًا لِلَّهِ الرأوء عفوا هنا يفخم أَنصَارًا لِلَّهِ ولدينا التنوين بعدها حرف اللام حرف اللام من حروف الإضغام الكامل بغير غنة لدينا هنا إضغام كامل بغير غنة أَنصَارًا لِلَّهِ أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ هنا ألقى فيكم في أعلى درجة متفخم لأنه مفتوح أمامه مد كَمَا قَالَ عِيْسَى بِنُو عِيْسَى بِنُو لاحظوا الألف المقصورة في آخر كلمة عِيْسَى حُذِفَتْ لَمْنَقُلْ عِيْسَى بِنُو لماذا لأنه لدينا التقاء حرفين ساكنين وبما أن أولهما حرف مد فحذف حرف المد من آخر كلمة عِيْسَى وذلك للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين الحرف الساكن الثاني من طبيعة الحال هو الباء في كلمة ابنو لأن همزة الوسطة سقط في درجة الكلام يبقى الباء الساكن والباء يقلق القلقلة صغرى عيسى بن مريم الرأو تفخم كما قال عيسى بن مريم للحواريين هنا الرأو يرقق لأنه مكسور وهنا لدينا ما يسمى بمد التمكين للحواريين هذا يسمى مد التمكين ويمد بحركتين من أنصارية هنا كانت من أنصارية فتلاحظوا النون مفتوحة والهمزة محذوفة من كلمة أنصارية وبقيت حركتها والتي هي الفتحة فحركتها نقلت كذلك إلى الساكن قبلها والذي وحرف النون أصبح مفتوح لذلك لأنه لدينا النقل نقل حركات الهزة مفرد للساكن قبله لذلك قلنا منانصارية والنون هنا نخفيها لأنه بعدها حرف الصاد من حرف إخفاء ونفس الشيء الذي قلنا قبل قليل النون تخفى وغنى الإخفاء تفخم لأنه بعدها حرف الصاد مفخم منانصارية والرأو هنا ترقق لأنها مكسورة منانصارية إلى الله اللام في كلمة إله فهو مرقق أما اللام في كلمة الله فهو مفخم ونقف عليه لفظ جلالة بالمد إلى الله وذلك تعديم للخالق صبحانه وتعالى فلا نقول إلى الله إذن جيد قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون القافون قلنا في أعلى درجة متفخيم لأنه مفتوح أمامهم مد الرأو هنا يرقق في كلمة الحواريون لأن الرأو مكسور نحن أنصار هنا النون نخفيها وغنى الإخفاء تفخم وهي الفم على مخرج حرف الصاد لأن النون بعدها حرف الصاد وهو من حرف الإخفاء الرأو هنا يفخم أنصار الله اللاف لفظ جلالة يفخم لأنه سبق بضمى ونقف بالمد قلنا تعديم للخالق صبحانه وتعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمنت هنا مد البدل يمد بحركة إنه أربع أو ست عند ورش وأنا أقرأ بأربع حركات يعني بالتوسط هنا لدينا كما تلاحظون حرف التاء فبعده جاء حرف الطاء تلاحظون حرف الطاء فوقه شدة لماذا لأننا لدينا إضغامنا المتجانسين نقول فآمنت طائفة وشرحت إضغام متجانسين والمتباعدين والمتماثلين والمتقاربين شرحت كل هذا إذن جيد قلنا هنا نقول فآمنت طائفة هنا مع مد ست حركات للمد الواجب للمتصل وهنا لدينا التنوين وبعدها حرف الميم يعني لدينا إضغام كامل بغنى وهنا ميم هذه الميم التي ترون هنا فهي بسبب الإقلاب لأن النون الساكنة جاء بعد حرف الباء يعني لدينا إقلاب وهو حكم أحكام النون الساكنة والتنوين وهنا ونكمل هنا عندما يقول لدينا الإقلاب فالشفتين تنطبقين لكن من غير ركز يعني تبقى فجوة بين الشفتين وتحيث بارتعاد في الشفتين والإقلاب هنا فالغنى تكون بمقدار حركتين إذن نقول فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة هنا بني هنا مد ست حركات للمد الجائز المنفصل إسرائيل تبا للسين لن ننطقه الساد لن نقول إسرائيل بل إسراء والرأي فخمع مد ست حركات للمد الواجب المتصل هنا إيلة هنا ليس مد البدل فهي من مستثنانات مد البدل فتمد هنا بحركتين فقط وليس بأربع أو بست حركات بل حركتين فقط وإذا انتهى نفسك عند كلمة إسرائيل فهنا تتعامل معها بمد عد للسكون وليس مد بدل إذن جيد قلنا نمدد هنا ست حركات وهنا حركتين إيلة وكفارت طائفة هنا وكفارت الرأي فخم ولدينا هنا نفس شيء إذغام متجانسين والطاء هنا يكون في أعلى درجة من التفخيم لأنه مفتوح وأمامه مد وهذا المد هنا يمد بست حركات لأنه مد واجب متصل ونقف على التاء بهاء ساكنة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا هنا الدال يقلق القلقة صغرى فأيدنا الذين نفس الشئون الألف في آخر كلمة فأيدنا حذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين إذا سمعتم فقلت فأيدنا الذين ولم أقول فأيدنا الذين فأيدنا الذين بل الزال فأيدنا الذين آمنوا هنا مد وحركة 24 مد البدل آمنوا على عدوهم هنا ميم ساكنة بدأ حرف الفاء يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكنة فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين تباه للضاء والرأي والخقل أنه مكسور مع مد حركة 24 مد العردي للسكون فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إذن بهذا نكون قد تعلمنا ولله الحمد تجويد صورة الصف برواية ورشة النافع أقرأ لكم الآن هذه الآيات التي استخرجنا الأحكام منها إذن استمعوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم ومساكن وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَامَنُوا كُنُوا أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بِنُمَرْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من جميع هذه الدروس وقد تعلمتم منها وإن شاء الله نلتقي في الحصة المقبلة مع صورة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر